لكن كما تعودتم ضربة البداية مع مقالي ومقاله ويبقى المنتخب فوق الجميع الحقيقة ربما ما كناش محتاجين نقول الكلام ده وده المفروض يكون بديه ويكون كل الناس عرفاه وكل الناس عرفة انه واحد من اهم ثوابت النادي الاهلي اعلاء مصلحة الوطن ومنتخباته فأي اعتبار المسألة لا محتاجة لجدال ولا افصال لكن لاحظنا ان البعض عن سوء قصد عن سوء قصد بيحاول الزج بالنادي الاهلي في مساء تضع الامور امام المنتخب الوطن وكانه يدفع الاهلي لكن هو بيستخدمها لاجندته الخاصة بالضبط فيا جمهور الاهلي العزيز الكبير انتبهوا الاهلي عمره مكان الا حريص على مصالح المنتخبات الوطنية النادي الاهلي ربما كان الوحيد اللي لا يحط فيها مكافآت للعب الدولي لا عايزين نحط بس فكرة البعض نقصد شو بين مولادنا اللي على السوشال ميديا الاعلام حتى يعني في مسؤولين في اندية في لعبة قدامة عندها مشاكل مع اتحاد الكورة في مدربين كانوا عايزين يشتغل ومجوش في اطراف كتيرة جدا عندها مشاكل مع اتحاد الكورة مع المنتخب مع افراد في المنتخب لانه الاقي حد متدايق من مدرب في المنتخب او من مساعد في المنتخب او من اداري في المنتخب فياخد الاهلي في السكة معاه حواديد كتيرة جدا وتفاصيل لكنه حقيقة الامر عشان تبقى الامور واضحة الاهلي ربما كان النادي الوحيد اللي لايحته فيها مكافآت لللاعب اللي بيطلع من الاهلي يمسل للمنتخب كنوع من التحفيز لللاعب انه ازاي يمسل وطن وازاي يكون حريص على حضوره في المنتخب فالاهلي لم يكن يوما الا داعما وبقوة للمنتخبات الوطنية مؤكد دور النادي الاهلي مع اتصاقه مع اهداف هزي الامر هذا الوطن الحظيم دايما بتأكده ظروف وعشان كده احنا فقرينتنا دي حنوضح بعض الامور احنا مدقين اه مدقين مدقين ان افشا وشريف طلعوا اكتر مننا مدقين مندقشين لكن عايز تنقش دي دلوقتي ولا لما تخش في مقاله مقاله لا معاك فيه فضل طيب عندما اتحدث اقول الصح الصح هو مقاله كروش في المؤتمر لن اتحدث عن لاعب كروش يا جماعة انا مش هتكلم عن اختيارات اللاعبين او سباب استبعاد اي لاعب انا هتحدث عن فريق انا اعمل من اجل الفريق وعندما اعمل من اجل الفريق انا انظر الى المنافس اللي هلعبه والهدف اللي مطلوب تحقيقه ومين اللي يقدر يوصلني الهدف ده في اقصر طريق انا لما يبقى عندي خمس ايام تدريب احسن ما يبقى اربع ايام احسن ما يبقى ثلاث ايام اذا هو عارف قيمة الوقت عشان يقدر ياخد القرار السليم الراجل مؤكد ان اتفرج على عناصر المنتخب اللي اختارهم في الاول كلهم ها في الفترات الاخيرة ايه وبناء عليه اه 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 اقدر بعد ماتش اه 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 ليبريا انه يعمل تشكيلة فجئتنا جميعا اشتركوا في القناة